الرئيس تبون يؤكد الجزائر ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار قال الرئيس تبون في كلمة له ينبغي أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين أو أجانب وستستمروا في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في إطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا كما أبرز رئيس الجمهورية أن الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من الأولويات الاستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر إلى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول لافتاً إلى أن دستور نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتدويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته كما أكد في هذا الصدد على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لا سيما على المستوى الشريعي والتنظيمي والإداري والمؤسساتي خصوصاً في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة وهذا من أجل تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 والذي نص على حرية الاستثمار والتجارة والمقاولاتية